السلام عليكم طلاب الصف السادس الأحيائي نكمل حل المرشحات لمادة الرياضيات الصف السادس لهذه السنة الدراسية 2023 وصلنا إلى هذا الجزء الندالة تكاملها منحدد والدالة تحتوي على التجزئة حتى صفاد من هذه الفقرة بالتجزئة والدوالة التي لا تحقق علاقة التناسب بين البسط والمقام شون شون فائدة هذا الموضوع نأخذ هذا المثال الأول تكامل الحل تكامل من سالب باي على أربعة إلى الباي على الأربعة للدالة المكونة من سيكن تربية سيكن تربية أكس على أثنين زايدا ثاني الأكس دي أكس الدالة المكونة من بسط ومقام في الملاحظة رقم واحد لا يوجد تكامل لحاصل قسم الدالتين إلا في حالة واحدة هي الدالة ومشتقتها إذا استخدمنا خواص الرفع للأسس هناك قواعد أخرى تعريفات الدوال المثلتية أيضا يمكن حل السؤال أما إذا نأبت تتحقق النتائج يبقى الحل بطريقة واحدة وهي الدالة في المقام والمشتقة في البسط هذا المقام وهنا عدنا البسط مشتقة الاثنين صفر مشتقة الثاني سيكن تربية متوفرة إذن في الحالة تأخذ صيفة لن الناتج يساوي لن مطلق أثنيا زائدا ثاني الأكس لاحظ بهذا الشكل تكامل محدد منحتاج سي من سالب باي على أربعة إلى الباي على الأربعة يعني هذه الدالة إذا تعرفت بشكل آخر ممكن حصل على نفس النتيجة بعدها التعويض بالحدين الأعلى والأدنى زر لن مطلق أثنيا زائدا ثان باي على أربعة ثان ناقصا لن اثنيا زائدا ثان سالب باي على أربعة داخل القوة الصغير الناتج يساوي لن اثنيا زائدا ثاني الخمسة وربعين واحد ناقصا لن مطلق اثنيا لاحظ هنا الإشارة هنا تسبق ثان باي على أربعة السبب هنا عدنا ساين سالب ثيتا سالتنا سالب ساين الثيتا كذلك الثان تأخذ ثالب الثان والساين على كوساين فياخذ صفتين الأولى والثاني فيحمل الإشارة سالبة الناتج يساوي لنا الثلاثة ناقصا لن اثنيا ناقصا واحد لن الواحد ثان خمسة وربعين واحد ثان فارق بالخطوات سر لن الثلاثة لن الواحد ثان ثان هناك من يختصر هذه الخطوات بثلاثة خطوات هذه الخطوة ما موجودة هذه الخطوة أيضا ما موجودة الناتج هم ما يحتاج خطوة ببلغ منها نحن وكأنه عملت الإختصار هي النتائج الصحيحة في القواعد الحل تغيير بسيط في هذا المثال يجعل الطالب يوجب أن يمر بهذه الخطوات جميعا إذن الحل بالترتيب أفضل وقواعد صحيحة حتى يتمكن الطالب أن يحل أي سؤال حتى وأن كان خارجي هذه قواعد حل هذا المثال أعيدها الدالة في المقام المشتقة في الباست لا يحتاج إلى ثالث دوال دائرية فانتناها صفة لين تأخذ قيمة مطلقة لأن الدالة مقام مصر كل دالة هنا تأخذ سورتين فالقيمة مطلقة هنا تهجز لنا الدالة وحدود التكامل من سالب باية الأربعة إلى البيئة الأربعة بعد عمليات التعويض وجدنا أن الدالة الأولى تحمل إشارة موجبة الدالة الثانية سر سالب تتتحمل إشارة سالبة فاتغيرت النتائج ثم أخذنا خواصل لين في هذه المجموعة ننتقل للا دالة أخرى لاحظ هذا المثال على فكرة من هذه المجموعة الحل بالشكل التالي هل هو خاضع للقواعد أم لا الحل تكامل تحت الجذر التربيعي واحد زاداً كوساين اثنين اكس دي اكس دالة ثنائية تحت الجذر أولاً عامل مشترك بنفس درد الجذر لا يوجد اثنين إذا حولنا هذه الدالة بعد تعرفنا الأدد واحد إلى الدالة ثلاثية سأصبح ناتج بهذا الشكل الناتج يساوي تكامل تحت الجذر التعريف الواحد هو ساين تربيع الأكس زاداً كوساين تربيع الأكس هذا بالنسبة للعدد واحد زاداً كوساين ضع في الزاوية يصبح كوساين تربيع الأكس ناقصاً ساين تربيع الأكس دي اكس هنا الطالب يصبح عدد الحدود أربعة حسب التعريف الأول والتعريف الثاني استخدمنا تعريف تعريفات هنا الواحد بالمبرهن الفيثة غورية وتعريف ضع في الزاوية الملاحظة الجديدة وهي وجود حدين مثل بهذا الترتيب حدث صار تحت الجذر ويساوي الناتج تكامل جذر تربيعي كوساين زاد كوساين صار 2 كوساين تربيع أكس دي اكس ونزع الدالة ولكن الدالة مربعة استخدم التجزئة التجزئة ستكون بشكل التالي تساوي تكامل جذر الثانيين في جذر كوساين تربيعي الأكس دي اكس تجزئة الدالة من أثن ناتج ويساوي جذر تربيعي هذه الدالة تطعينه قيمتين زائد ناقص زائد ناقص جذر الثانيين كوساين اكس التربيع مع الجذر زائد ناقص جذر الثانيين تكامل الكوساين ساين زائد ناقص مرة بإشارة موجبة مرة بإشارة سالبة نتأكد من التحقيق من الحصول على الناتج أكثر من طريقة هناك لحل هذه الطريقة تحل هذا المثال هذه الفكرة اللي موجودة هنا الفكرة إذا إجاء سؤال خارجي يمكن أن تطبق علي قواعد الكتاب نعم هذا مثال الكتاب موجود نصاً إطلنا هذه الفكرة وأيضاً أي سؤال آخر مطابق علي القواعد لا يعتبر سؤالاً خارجياً في الوزارة أطبق القواعد على هذا المثال كيفية الاستفادة من خاصية التلزئة في حل التمارين أما ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أمثلة خارجية إثرائية الغاية أولاً زيادة المعلومات ويجب أن تتطابق المعلومات مع قواعد الكتاب وليست من دراسات أكثر حتى يستفاد منها طلاب من أخص الدراسة الإعدادية في حل الأسئلة الوزارية المثال هو هذا رقم ثلاثة تكامل خط كسر في الكتاب نصاً ثلاثة ناقصاً جذر خمسة أكس على جذر سبعة أكس دي أكس خواص الجذور هي الجذر التربية اللي الأي في بي سوى أن جذر الأي في جذر البي بهذا الشكل استفاد من هذه الخاصية ربط بين بداية الكتاب وموضوع التكامل رسل ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة في جذر الأكس على جذر السبعة في جذر الأكس دي أكس بهذا الشكل هذا العدد جذر السبعة من استفاد منه في اشتقاق نطلع إلى خارج الجذر واحد على جذر السبعة المتبقي الدالة التالية ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة أكس جذر الأكس على جذر الأكس دي أكس هذه الدالة المحتاجة في السؤال ومشتقة هذا المقدار اللي موجود في الأعلى ومشتقة هذا المقدار نتأكد من أتى بالشكل التالي على اعتبارها خارج جذر التكامل فالناتج يسألنا واحد على جذر السبعة نجح نعمل تسوية للمشتقة نترك مجال بهذا الشكل لاحظ ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة جذر الأكس على جذر الأكس دي أكس هنا أيضاً دليل نترك المجال إذا نعرف ما نحتاج في المشتقة مشتقة هذا المقدار اللي هو ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة جذر الأكس مشتقة هذا المقدار تساوي صفر ناقصاً جذر الخمسة ينزل نعرف إنه عدد أكس سر واحد على الثنين سر في واحد على الثنين لاحظ نطرح من الأكس واحد سر سالب واحد على الثنين بهذا الشكل نبسطها أكثر الصفر ما نحتاجه سر سالب جذر الخمسة على الثنين واحد على الثنين هناكس بالأسفل جذر الأكس لاحظ بهذا الشكل كأنه واحد على هذا المقدار واحد حتى طالوا كتب بهذا الشكل ننجي للسؤال ما رأتنا بهذا الترتيب نحتاج إشارة سالبة هذه الإشارة السالبة سر جذر الخمسة على الثنين سر الثنين على جذر الخمسة فيه الثنين على جذر الخمسة هنا أيضاً رتب السؤال وكأنه مضروف في هذا الناتج ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة جذر الأكس على جذر الأكس مشتقته مشتقت هذا المقدار لاحظ هاي الدالة هاي المشتقة ما نحتاج إني في السؤال دي أكس أعمل تسوية للمشتقة احتاج إثنياً على جذر الخمسة بإشارة سالبة دي أكس تسوية للمشتقة الناتج في الخارج وهنا يجب يكون العدد موجود في المقدار نفسه هنا عملية التسوية للداخل و للخارج فنضرب فيه الثنين يصبح فيه واحد على الثنين هنا يصبح لدينا سالب جذر الخمسة على جذر الثنين جذر الأكس الثنين أكس موجودة نحتاج فقط الثنين ثنين في الأكس الثنين على جذر الخمسة بإشارة سالبة تكامل هذا المقدار يساوي الناتج سالب الثنين على جذر الخمسة و الثلاثين هذا المقدار و المقدار نفسر خط كسر ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة جذر الأكس كل تربية على الثنين زائداً سي و كلنا هذه هي الدالة لاحظ المشتقة هنا تهمل كل المشتقة نهملها هذا المقدار المتبقي مثل المشتقة الدالة تبسيط المقدار تبسيط هذا المقدار سر واحد على جذر الخمسة و الثلاثين بإشارة سالبة لنتين تختصر مقاوسة سر ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة جذر الأكس لكل تربية زائداً سي الناتج رح يصبح بهذا الشكل و يساوي لاحظ خط كسر على جذر الخمسة و الثلاثين بالمقام سر سالب قوس ثلاثة ناقصاً جذر الخمسة أكس أقدر رجحها تحت جذر تربية زائداً سي بهذا الشكل إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر